كان يا مكان في قديم الزمان كان في بنت صغيرة اسمها مليحة ومليحة كان معها لعبة جميلة بتضحك وبتغني وفي يوم من الأيام هجموا وحوش على القرية وحاولوا يأخذوا اللعبة من مليحة تخبث مليحة وخبت لعبتها وبعدين صارت تركض 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 هربت من الوحوشة ووصلت لما كان بعيد 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 ما كان حدا معها؟ أبوها وإمها وصيدها وستها وفي المكان اللي بعيد بنوا بيت من قماش والعروسة عم تضحك وتغني إلهم وفي يوم إجت ريح كبيرة هدت بيتهم من قماش فقرروا يمشوا لمكان تاني بعيد طلوا يمشوا ويمشوا ويمشوا وقطعوا البحر وقطعوا الصحرة ووصلوا لمدينة وفي المدينة فرحة مليحة وعاشوا من بعض أيام حشوة وكل يوم اللعبة كانت تتغني لهم وتضحك لهم بس الأحوال تغيرت فجأة ما حدث؟ اجو محوش جدا عرفوا بقفصة اللعبة اللي بتضحك وبتغني اللي مع مليحة خافت منهم مليحة وقالت بدي أرهل بعيد عنهم وقالت لازم نرجع لبيتنا الأولان ووين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ شو وين بدنا نروح يا ستة؟ بنروحها فلسطين بنروحها بلدنا إحنا فلسطينيين بس الطريق ما كان آمل لقيوهم لوحوش ومجموا على أبوها ماتوا؟ ما ماتوا، بتلعت لهم جناحات طاروا بيها لفوق لفوق في السماء وهم عم يضحكوا لعمليحة لحد ما اختفوا مليحة؟ بلت ماشية هي مستها وسيدها بس كانوا خايفين وفي الطريق قابلهم فارس كان راكب على أحصان جميل سألهم وين رايحين؟ وليش خايفين؟ قالوا له قصة الوحوش فقالهم أنا بساعدكم طيب خير إن شاء الله يجرأك وتخلص بسرعة وتتوكل الله أخدهم الفارس على أحصانه وظل ماشي معهم لحد ما وصلهم لبيتهم الكديم شكرا سيادة المقدم والله وقفتك معنا عمري ما بنساها الحق غير الله أرحم وأصاني عليكم وهو النهاردة وسيته تتنفس الفيل وحوش العايزين للنعبة وعادة مليحة لدارها القديم سعيدة وفرحانة وفي نفس الوقت حزينة على سيدها اللي تلع له جناحات وتلع كمان هو يتير للسماء والفارس ما كان ينفع يضل معاه كان إلو بيت وصحاب لازم يرجع إلهم والعروسة واللعبة ظلت مع مليحة تضحك وتغني بمية تسعة واربعين جنيه وتسعة وتسعين ارش